بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله المختصر في السيرة النبوية وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب وذلك في العام العاشر للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين قال ابن إسحاق ثم إن خديجة بنت خويلد وآبا طالب هلكا في عام واحد وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين قال الحافظ في الفتح كان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قال الإمام الذهبي خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب القرشية الأسدية أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبتت جأشه ومناقبها جمة وهي ممن كمل من النساء وكانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إيدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وروى الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال الإمام النووي الأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط فقال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه